أعلن وزير التخطيط تقديم الهيئة العليا لتعداد العام للسكان والمساكن توصية إلى مجلس الوزراء بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقرراً في شهد تشرين الثاني من العام الحالي إلى الربع الأخير من العام المقبل 2021 بسبب جائحة كورونا وأشار وزير التخطيط لأن الهيئة العليا للتعداد قررت الاستمرار في أعمال التهيئة وتحضير للمشروع والطلب من وزارة المالية تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لمتطلبات التعداد والتي تتضمن تأمين الأجهزة اللوحية لتنفيذ التعداد إلكترونياً فضلاً عن تدريب العددين وتنفيذ التعداد التجريبي وعمليات الترقيم والحصر وصولاً ليوم العدد